تعرض الدولي الولندي فرينكي دي يونج لها فريق كرة القدم الاول بنادي برشلونا لايصابة قوية خلال موارات تتليتك بالباو المقام بينهما دمن الجولة السبعة وعشرين من الدول الاسباني برشلونا يحل ضيفا على تلك بالباو على ملعب سان ماميس في موارا يسعى من خلالها البلو جرانا للفوز للاكتراب من ريال مدريد مستغلا تعصر الملك بالتعادل مع فالينسي امس فرينكي دي يونج سقط بطريقة خطاة في الدكاية 25 من شوت الاول لتعرض الاسابة تبدو انها التوقف الكاحل للقدم اليمنى ليغادر الملعب ودرك مكانه لفيرمين لوبيز وعصب تقرير اسبانية فان فرينكي دي يونج قد تعرض الاسابة للتوقف الكاحل الايمان وسيغيب على اسرها فترة تزيد عن شهر وتعرض الاسابة دي يونج ضربة موجهة لكاتبة المدرب دشافي خاصة ان اؤمن عن انصرات يديمة التي تتباد عليها في مباراة الموسم الجاري ويحل برشولنا ضيفا ان تتلك بالبقى ومساء اليوم الاحد ضمن منافسات الجولة السبع عشرين من الدور الاسباني وبكده نكون وصاليات الفيديو ما تنسى اشتركوا في القناة افضل الجرس وتعمل لايك للفيديو والسلام عليكم رحمة الله وبركاته